وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ دعوت إبراهيم عليه السلام وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ مِقَلِّ سَنْي قبل قال وجع لي لسان صدقهم في الآخرين وجع sìهمل وجع لي لسان صدقهم في الآخرين وجع لي لسان صدقهم في الآخرين ترات مطابقة تمام لعنوان حلقتنا لأنه وجع لي لسان صدقهم في الآخرين أي ذكرًا حسنًا بعد موته يعني اليوم إذا كان أنبياء الله عليهم أفضل صلاة وتم التسليم بدءًا بإبراهيم عليه السلام وجميع الأنبياء يتمنى الواحد فيه أن يترك له أثر مبارك بعد مغادرته وذكر حسن يعني لسان لسان يذكره بخير بعد موته فمن باب أولى نحن المقصرين فعندما نتحدث عن قضية القلب السليم والأثر القلب السليم قلب لا يحسد أنا أحب لك الخير هي تحب لها الخير تتمنى لها الخير غيرت حالتها في الواتس تفرح بهذا التغيير لن تتساءل بقلق إيش لا تكون تخطبت لا تكون تزوجت لا يكون والله جاتها وظيفة بالعكس والله بين أن حالتها يبدو أنه الله من عليها يبشي الله يبارك لها ويزيدها ويدين فرحتها فيصبح لدى الإنسان فعلا قلب سليم القلب السليم يعني أن الإنسان يصل لمرحلة من المراحل كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن يحب لأخي ما يحبه لنفسه تخيل هذا المستوى ترى من الرقي في التعامل أعلى درجاته فأنا اليوم جاني أوفر عرض وظيفي بمبلغ وقدره وقعت اليوم أتمنى أبو نائف يجيلي زي يا الله فرحتي لو جاء لأبو نائف زي تخيل أنه يكون هذا القلب يعني أكون بهذا النية ترقيت بين زمنائي في العمل أو هي ترقت بين زميلاتها في العمل تتمنى كل الزميلات يترقون كل الزميلات يذهبون إلى ملاصب أحلى تتمنى الخير الذي وجدته رزقت بذرية رزقت بزوجة رزقت بشيء ما بهدية فاخرة أي ما كان فالقلب السليم قلب عجيب ذكرتني لقصة والله يعني عارف امرأة صالحة وأبنائها وبناتها صالحين ما شاء الله تبارك الله فسألتها سؤال قلت ماذا صنعتي أو شي تسوين حتى يصبحوا بهذا الصلاة والله قالت كلمة واحدة تقول ما قدعيت لبناتي وأولادي قبل أبناء المسلمين تقول في حياتي كلها يا الله الله إنها غيرت يعني فعلا مفهوم في سلامة القلب تقول دائما أبدأ بالبنات المسلمين الله مهدي شاء ثم أبدأ ببناتي وأولادي فكانت سبحان الله وفكا لكلامك يعني والله شيء عميق والله شيء عميق والله شيء عميق يعني أنا أذكر من السلف الصالح من كان يقول اللهم من أمسى جائعا فلا تسألني عنه من أمسى عاريا فلا تسألني عنه يعني هو قلق أنه أحد من المسلمين يمسي جائعا أو عاريا فيحاسب هو أمام الله يعني قال أقولي هذا المستوى يعني في قضية وإن كان ليس له علاقة أنا في الأخير لست نسألني عن كل الناس المسلمين إنهم الله أمسوا يعني بدون طعام أو نباس لكن فعلا هذه نفوس زكية وأعتقد أن هذه سلامة الصدر وسلامة القلب يعني القلب المخموم قلب مخموم قلب يعني نعترف بالمناسبة أحيانا من المغالطات يعتقد أنه هذا القلب المخموم القلب النظيف القلب الطاهر هو القلب الذي يضحك عليه وتسلب حقوق ويضيع في الدنيا وحالة وحالة هذا اللي يفهمون العامل أيوه يقول لك يضحك عليك الناس ترى أو يوم يوم إنه يتسامع أو يوم خليني أقول يوم يكون قلبه سليم يقول يا خير والله إنه بصلا الله المستعى لكن بأسويها وارميها البحر والله أنا هذا موضوع البحر إلي العجز تفهم إيش موضوع اللي أسوي الخير وارميه في البحر يعني تفترض أنك تتسوي الخير وتحط عند الله عز وجل يعني هو بتحتسب لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لكن الذي يريد أن أقول أنه فعلا صفة سلامة القلب هذه الصفة الثالثة ترجمة نانسي قنقر